السلامة ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحيط لا في كيف ما تعودوا في كل يوم عنا أخبر وأحداث جديدة ومتنوع اليوم بش نحكيه على سفر أجراندي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأممة المتحدة الأمريكية بالتكليف وأمر رئيسي من قبل رئيسة الجمهورية قيس سعيد أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج في بيانة لها يوم الأحد أنه بتكليف من رئيس الجمهورية وهو أمر رئيسي وكل أمر رئيسي لازم يطبق بدون أي نقاش طبعا بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي الوزير عثمين جراندي زيارة إلى نيويورك صح عليك كشيخ محواز إنتيش كون كيفك إلى نيويورك للمشاركة في الجزء الرفيع المستوي للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة الأمريكية والله إنها توا قلبي كان عليها ذوكو مكلة مساكن الأخوين والي حابوا يشعلوا النار بينه وبين أمريكا وبعثينا وفد أمريكي رفيع المستوي وبعثينا وفد بريطانيا أو فرنسي يا أخي أمفان طلعوا هكيكة مع الخاصرين وطلعنا أحنا ربحين ولنا نشاركو حتى في الجمعيات وفي الاجتماعات الشبيرة صحيح لينا ما تنسيوش لايك واشتراك وتفعيل جرس وبي باي